بتوجيهات من محافظة حضراموت وتنفيذاً لتوصياته بمتابعة حقوق عمال صندوق النظافة والتحسين وإلىهم الاهتمام الكامل ترأى سلمين العام للمجلس المحلي بمحافظة حضراموت الأستاذ صالح العمقي بمكتبه اليوم قد ضم عضو الاتحاد العام لنقابات عمال حضراموت علي الحبشي ورئيس نقابة عمال الصندوق النظافة والتحسين محمد بن رواشد ومن دوبين عن عمال النظافة واستمع لمين العام من رئيس نقابة عمال النظافة ومن دوبيهم ليبرز المطالب المتعلقة بتحسين الرعاية الصحية لهم بالإضافة لمتابعة صرف أراضي العمال المتعثرة وأكد العمقي أن السلطة المحلية قطعت شوطاً كبيراً في الجانب الصحي لعمال النظافة من خلال إلزام المستشفيات الحكومية بإجراء تأمين علاجي لهم بالإضافة إلى الاستمرار في متابعة بعض المرافز الصحية الخاصة وإدراجها ضمن التأمين العلاجي إلى جانب مواصلة متابعة موضوع صرف قطع الأراضي مع الجهات المعنية وحرصاً من الجميع على سلامة المواطنين وعدم الإضرار بالصورة الجمالية للعاصمة المحافظة فقد أقر اللقاء بجماع الحاضرين رفع الإضراب العام من قبل عمال النظافة بالمكلة بدءاً من اليوم الحادي عشر من ديسمبر وعودت جميع العمال لمباشرة عملهم مع التزام جميع الإطراف بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه ومتابعة مستوى تنفيذه وفق الأطر القانونية ترجمة نانسي قنقر